مباشرة إلى مجلس نواب الشعب وينضم لنا رسمياً النائب عن جهة القيروان السيد أيمن نيجراسي أيمن مرحبا بيك على إذاعة الحيثة فهم وبيك أكثر عايشك مرحبا بيك وكشف المجتمعي على الحيثة فهم يا عايشك ألف مبروك إذن اليوم أديت القسم ونائب بيئة تم معنى الكلمة عن جهة القيروان لو كانت تعطينا فكرة ساعة على الأجواء اليوم في الجلسة وحاولت تعيشنا يعني الظروف خطر تعرف بأنه تم منع الصحفيين من التغطية على كل حاولوا ناخذوا بعض التفاصيل من عندك سيئين أولاً يعايشك بارك الله فيك على الثاني أنه أصبحنا نواب بسيقرة ثمية جلسة برلمانية جلسة التحية كانت جلسة عادية جداً تم منع ربما صحفيين معناها من الحضول لكن معناش حتى تفاصيل الحقيقة على الشيء هذا الدخول كان بثلاثة يعني تثبت من أثنان نواب فقط الأكثر لأقل الجلسة انتلقت في موعدة على الساعة العاشرة صباحاً كما كان مبرمج لها بحضور جميع النواب عنها كاملين في أجوال حقيقة طيبة ومشجعة للعمل على الخدمة في علاقة أخوية بين كافة الزملان النواب انتلقت الساعة العاشرة برئاس أكبر النواب سناً وأصغره سناً تم تلاوة خائمة النواب كاملة مع أداء التحية العالم ثم تتعدينها مباشرة إلى أداء القسم اليمين اللي أصبحنا بموجبهي نواب بصفة رسمية طيب الجلسة العامة وينوصل التوى حالياً يظل في انتخاب رئيس البرلمان حالياً ننتلقوا يعني بعض لحظات ننتلقوا في عملية انتخاب رئيس المجلس ونائبي الرئيس فما بعض التوجهات أي من أسماء بارزة أو عندها حظوظ ويفرة للفوز برئاسة البرلمان الأسماء الكل طبعاً أكيد فما بعض الأسماء ربما يكون عندها معناها حظوظ أكبر هو تنسيق بين النواب للأمانة فما حتى تعليمات فما ناس قدمت بصفة شخصية معناها للترشح متاحة من دول حتى طلبات أو حتى توجيهات من حتى حد تم تقديم تقريباً في حدوث تسعة ترشحين لأس مجلس النواب ونائبي الرئيس يعني بين العنصر النساء والعنصر رجالي فمزد عدد تقريباً عشرين أو أكثر وسيتم الملور للتصويت فما بعض التواق بين النواب يعني النواب اللي عرفوا بعضهم مش كون الأسماء الأكثر متروحة سيئايم والله ما بنزمش نقول لك الحقيقة معناً فماش أسماء متروحة تفيفا أكثر وإنما فما يعني للجميع حظوظ تقريب خاصة تعرف الدولة الأولى يزل خمسين زايد واحد ربما يكون فما دور ثانية في الانتخابات يعني عدد المترشفين برشا والناس يعني فما حتى توجيه فما مجرد توافقات مش كون الأقرب ليهم مش كون الأنسة حسب رأيهم لأكثر لأقل يعني فما حظوظ للجميع سيئايم شنوة حقيقة إخراج نائب من الجلسة العامة بعد أداءه لليمين الدستورية من قبل أعوان الأمن أولاً تم أخراج النائب قبل أداء اليمين الدستورية لم يتم أداء اليمين الدستورية لوقت تم أخراج النائب ما زلنا يعني ما زلنا في تلاوة أثناء النواب مع بداية تلاوة أثناء النواب ولم يتم أداء اليمين الدستورية وبالتالي يعني اللغة هذالي قاعد يصير برشا أنه أه تمتعب الحصانة وكيفاش كيفاش مفهماش ما حدثا معناها كانوا كلنا شهود عيانة تسجقنا بيه لحقيقة انه تم طلب معناها للسيد بنائب هدايا في معناها طصوا بي جماعة من الادارة في وسط مجلس النواب اداريين على الاقل انا فيهم مش كون نعف اللي هو اداري فاعلن هنا في مجلس النواب وطلبوا منه الانتحاق بالادارة وهذا يدي صار فاما هو ملولا معناها طلب عليه الشهن اللي تمه مش نفرجانة وهي بذلك وتم معناها بعض الزمنين من الادارة تم يقاف الجلسة تقريبا لمدة خمسة دقائق دون ما غادرت القاعة ومعناها تحطوا معناها شوية ورافقهم هو معناها خلج البابا على ما يقال انه في بطاقة تفتيش او جلب معناها تقالي حتى لانعقاد الجلسة او ربما معناها اليوم صباحا معناها مع يوم صباح تمت بطاقة دي وبالتالي ما نعرفوش حتى وين مشاه معناها مشاه تحقيص مشاه بالضبط ما عناش تحقيق حتى فكرة ولكن التأكيد انه صار قبل اداء اليمين دستوري واضح سي ايمن معي في البلاتو سي فاتحي سجيرة اه تفاضل سي فاتحي شكرا استاذي سيهام الف مبروك سي ايمن مجددا ان شاء الله بالنجاح والتوفيق وانا بقدر ما مبتهج معناها بالحفل الافتتاح هذا للوخيان معناها ان شاء الله يواصلوا في النفس الوتيرة في النجاح والتوفيق في اعمالهم زادة في الاجواء العامة معناها اجواء العامة ظهر فيها مريحة وتبعث على التفاؤل معناها طبيعي جدا رو باش تقع بعض الاشكاليات والامور التنظيمية والترتيبية عادي جدا اما الاجواء العامة كما قلت انتي معناها متميزة معنا حتى عملية الانتخاب بالانتخاب معناها قاعدة جارية على احسن ما يرام وان شاء الله معناها الافضل والانسب ان شاء الله الرجل المناسب في المكان المناسب بخاطر ما هو نحبه الرجل المناسب ولا المرأة ميسل شي فعلا فعلا فمان سامة رشحين في نواب الرئيس اه في نواب الرئيس ايه موش على الرئيس باقى مميسلش مرحبة بيهم بالعكس نحن ما عاية تشريك المرأة وحبه ذا لو ترشحت كما قالت الاستاذة سيهم من بقري قالت كي سمعت بالتسعة مترشحين قالت لما لا مثلا ما شي مترشح على الاقل على الاقل موحشتين فما الرمزية رمزية متاع معناها تكريس التعدودية على مستوى الترشح زادة وتشريك العنصر النسائي زادة الشبابي والنسائي نحن اثنين رو فما دو فاكتور دي ما نخدموا عليهم معناها عبارح في اطار التعدودية باجمالا فما عنصر المرأة وعنصر الشباب وانت معادة من المشجعين لهذا المبدأ فما حاجة بركة بالطبع حستان شي مع الشباب سيايمن معناها نحب ناسلك ورو بديهي جدا معناها ونحن جلسة دي افتتاحية وحب ذا لو كانت تكتسات صبغة اكثر احتفالية معناها افتتاحية وتكون احتفالية بيتنشتريك الاعلام ما خاطر الاعلام قد يعني قلت يضفي معناها اكثر على صبغة شرعية على نعكاد المجلس في جلساتي الاولى حد كذا ليتغطي والناس كل تسمع والناس كل فرحانين وكل شيء حبه دا هذهك الحقيقة صليسة دي زيريه ما نقولش نقطة سودية ولا حاجة شاء الله يقع تفاديها مستقبلا فيما خص التنسيق بين نوخيان تماشى اللي دي هم تعكوا تل معناها اللي بدتتتشكل خاصة 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 كانوا سيد رئيس الجمهوريش بدت عليها في الكلمة وقتل يمشيها في الزيارة الفلس سنيب لابريس اي 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 اه تمشنية الإجرايات الترتيبية اللي صارت معناها حتى اليوم في الدخول إلى مقر المجلس كانت فيما بعض الإجرايات معناها الأكثرية هي تثبت وكل معناها من سيكت النايب وإلى غير ذلك ربما جلسة افتتاحية وبرلمان بعض عنها محظوطة يعني مجابد أمور ترتيبية نصورها لأكثر لأقل لاكيد سيتم حلها معناها في القريب العاجل وترجع معناها جلسات عقد بوثيرة عادية وطريقة عادية مع تغطية أعلامية نصور معناها فماش حتى مانعة في هذا تبقى الأمور الترتيبية لحقيقة الجهة المنظمة هي اللي تأتها والحق معناها الجلسة قاعدة معناها ماشية في طار محترم جدا وفي طار اختفالي لحقيقة أقول لك حتى هنا بالنسبة للكتل ما معناها ما زالت إلى اليوم فماش حتى مجموعات مجموعات ربما تتشكل من بعد بعد إصدار نظام الداخلي اللي بش يتم معناها انتخاب اليوم لجنة النظام الداخلي معناها في نهاية الجلسة بعد انتخاب رئيس هنا يبي اللي بش تقدر هي معناها كيفاش تشكيل القتل كيفاش بش تكون الأمور طبعا مجرد مشاريع قتل اللي نقعد ونحكي وعدها فم مجموعات تقريبا طبع أربع خمسة قتلة ربما كيفاش بش تمشي الأمور شنية اللي بش أنتو كالرغبة في أنه معناها تتشكل قتل ما بين النواب مطروحة وموجودة واضح أكيدة ونتيبعوا المستجدد واضح سي أيمن ننتظروش من نواب الشعب اليوم أنهم يتضامنوا مع وسائل الأعلام اللي صحفيين في اعتصام أمام مجلس نواب الشعب على خلفية منحهم من تغطية الجلسة الافتتاحية وهل انتظروا بعض الإجرائات أو بعض التوصيات أو معناها بيان أو بعض الإجرائات اللي يقروها نواب الشعب اليوم في علاقة بالأعلام وحرية الصحافة والله كيما قلت لك احنا الكلنا مع حرية الأعلام وحرية الصحافة المسؤولة اللي تحترم معناها تحترم معناها المؤسسات وتحترم حتى أعضاء المؤسسات هذية لحقيقة ما نكتبش عليك ما تمش التطرق حتى إنه نحنا كنواب على القل اللي أنا على اتصال بيهم بالموضوع هذية الجلسة ديهم تقتل معناها عندها طابع انتخابي معناها عندها انتخابات الرئيس وكذلك لحقيقة كل الشي متوجه نحو معناها كيف يتم اختيار الرئيس وكذلك ربما في الجلسة المسائية اللي بشي ترأسها رئيس الجلسة فيها رسمية ونائبات ربما يطرح الموضوع هذية ونائبات يكون فما موقف أو يكون فما يعني ربما مؤجل للجلسة المسائية واضح سأي من قبل كانت جلسات البرلمين تتعدى في التلفزة على طول يعني منيش نحكي فقط على الجلسة العامة الافتتاحية فمش تواجهت النجموش نعرفوا إسكول بش تتواصل معناها العادة هذي وإلا وإلا ليه والله هذا كيف كيف نفس الشي كما قلت لك ما تمش طرح الموضوع هذية بوع في حديث جانبية برشا نوية يحبوا انه تكون معناها تتواصل نفس الشي فما نوية برافضين الشي هذا ربما في الجلسة المسائية في جلسة التحييرات ما تتوضح لأمور أكثر مع تحديد النبام الداخلي مع أنه تكون فما تركيبة رسمية من رئيس ونائبي وإلى غير ذلك وقت ما تتوضح لأمور أكثر هذه الزلسة التحييرات دي ما فهي نوع من الشكليات هي تقديم النواب هذا القسم من انتخاب الرئيس اللي حضروا فقط أي من هما النواب اللي حضروا فقط نواب ما هيش خارقة للعادة كما قولوا حضرين فيها ضيوف حضرين النواب فقط أنا وبطبيع إدارة المجلس وحضروا كل شيء لحقيقة إدارية ومتائقنا إلى غير ذلك وضح سي أيمن ألف مبروك مرة أخرى إن شاء الله بتوفيق ليك ولكيفة نواب القيروين ولكيفة النواب لمثلوا تونس في كل الجهات شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة ومدنى بكل هذه التفاصيل عن سير الجلسة العامة الافتتاحية للبرلمان سي فاتح بلزل معنا سي أيمن لا لا معاتش معنا سي أيمن تعليقك أنت على الجلسة وعلى اللي كنا نسمع فيه من عند سي أيمن نقرأ والله معناها حسب سي أيمن ورايو معناها صائب معناها الجلسة الافتتاحية كانت معناها تسير تسير وفق جدول أعمال مضبوط معناها ماكتار ما يجي مسألة سهلة فما جدول أعمال مضبوط معناها بالمسألة بالمسألة وامور ترتيبية وفما حرص يجب يكون ثم حرص على احترامك الجدول فيما يخص معناها خاصة الحدث معناها اللي بالتوازي معناها جلب الانتباه وكانت عنه هو التعطية الأعلامية معناها والله ينعاود نفس الرأي حبة ذا حبة ذا لعدة أسباب أني كنت لك معناها يضفي على الانتصاب المجلس المزيد معناها ميناء مشارعية ويكون معناها في أجواء احتفالية بيئتم معنا الكلمة فهمتني اليوم الأول متاع اليوم الافتتاحي الجلسة الافتتاحية مجلس مجلس المتحدة توجه الانظار لكلها لتركيز البرلمان والمؤسسة البرلمانية هذه ما نقعدوش نحكي لا وتعطي نظرة تعطي نظرة معناها مش مش حكيت تعطي نظرة ما وشنوه تشريك 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 ثم حاجات أطراف فعلي هي بيدها روافد لعمل الدولة رأ إذا كان يقع إقصائها معناها رأو ثم إشكال يقع إقصائها ثم إشكال حتى المجتمع المدني ثم إشكال تقسي الأحزاب ثم إشكال تقسي معناها الإعلام ثم إشكال مشلوق ما تكتمل الصورة وكتلي كل أطراف الفاعلة في المجتمع يزم كل من موقعه منايزهم في الاحتفال بهذا الحدث لماذا لا؟ وقنا ثم رؤية حاسة بالطبيعة متاع للسلطة في المقابل وبالتزامن مع الجلسة العامة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب رئيس الجمهورية يؤدي زيارة فجئية لمعتمدية غار الدماء من ولاية جندوبة زار رئيس الدولة مقر المعتمدية حكي مع المواطنين اللي عرضوا عليه المشيغ لمتاحهم متعلقة خاصة بمسألة توزيع المساكن الاجتماعية المستشفى الجهوي بغار الدماء اللي لم يرى النور إلى اليوم رغم توفر قطعة الأرض والتمويل ووعد رئيس الجمهورية قيس سعيد بالنظر في مشيغل المواطنين بالجهة أي رسائل نجم نفهمها هوني من هذه الزيارة التي تتزامن مع تركيز مجلس نواب الشعب صفتها معناها هذه اللي تتنزل معناها الزيارة تكون فجئية معناها وتجد تكون مبارج ما لها سبب لسبب أمنية كل خطر على الحدود الجزائر التنسية للجزائرية غار دماء نفس الرسائل ونفس معناها الرمزية معناها هو شو رئيس الجمهور الحب يعطي كونه معناها معناها هياكل الدولة مؤسسات الدولة تعمل في طريقها تعمل معناها توليوم معناها مسألة هامة وهامة جدا معناها المفروض هو سيد رئيس الجمهورية توفي بالنسبة للرأي العام معناها المفروض يقول لك رئيس الجمهورية يبدأ يتابع معناها بدقيقة ودقيقة في العملية انتصاب المجلس والانتخاب وحتى الاخر لحظة خلاسية ما وكونوا الأشغال وكلها قاعد يتم بثها معناها على القناة الوطنية الأولى لكن الرئيس الجمهورية عنده مسائل وشو يقول لك أنا هما يخدم وربعينهم وانا كذلك عندي مشاغلي وعندي كذا هو الشعب تعرف دي ما هو معناها يا إما يهبط يعمل باندفول في الأسواق ولا في بلاسة يا إما يمشي زور معناها مكان معين يمشي المنطقة هذه لابد تم نوع النام الأحديث وصلتوا عليها ولا بعض التقارير الأمنية فم نقص ربما في حاجة وكل شي حب معناها بالتوازي مع التركيج المجلس معناها الافتتاحي يمشي يعمل لهم زيارة وربما يمشي ياخذ إجراءات معناها بالمناسبة واضح شكرا لك سيفات حيسجيرة سينو احنا مازلنا مواصل معكم غيكاب ميدي حتى الماضي ساعة نص